حقيقة تأجيل نظام السنوية العامة الجديدة أهلاً وسهلاً بكم في تغطية جديدة انتشر مؤخراً أخبار عن تأجيل نظام السنوية العامة الجديدة لسنة 2025-2026 والخبر كان منسوب لوزارة التربية والتعليم لأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طلع ونفى الخبر ده وكمان أكد المركز أنه ما فيش أي قرارات رسمية عن أن فيه تأجيل النظام السنوية العامة الجديدة والأخبار اللي انتشرت مزيفة وما فيش أي تصرحات من الوزارة عن التأجيل بالنسبة لموعد النظام الجديد المفروض يتطبق من العام الدراسي 20-24-2025 يعني القرارات سارية ومش هتتأجل كمان خطة النظام الجديد دي هدفها أنها تعيد تصميم المنهج اللي بيتم تدريسه في السنوية العامة مع إعادة توزيع المواد بشكل متوازن لتخفيف العيب أعلى الطلاب وناشد المركز الإعلامي الطلاب وأولوياء الأمور أنهم يتحروا الضبق في أي معلومات تخص السنوية العامة أو النظام الجديد للسنوية العامة ويتابعوا المعلومات الرسمية والمصادر الموثوقة من مزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكرا على طيب المتابعة واستنونا في تخطية جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر